ما هي مادة الكولوجين؟ يعد الكولوجين نوعا من أنواع البروتين الليفي ويتشكل من مجموعة من الأحماض الأمينية التي تصنع داخل الجسم ويدخل الكولوجين في تركيب غالبية الأنسجة وهو أكثر البروتينات وفرة بشكل طبيعي في الجسم حيث يشكل 30% من كامل الجسم و75% من الجلد إلا أنه مع التقدم في العمر يقل إنتاجه في الجسم مما يؤثر سلبا على قدرة الجسم على إصلاح وتجديد نفسه مما يتسبب نهاية في حدوث تغيرات في المظهر والمرونة والقوة والوظيفة تبعا لما ذكر سابقا فإن قدرة الجسم على إنتاج الكولوجين تقل بمعدل 1.5% سنويا بعد عمر الخامسة والعشرين وتصبح ألياف الكولوجين هشة وضعيفة مما يتسبب في إضعاف الأنسجة الضامة المسؤول عن تماسك الجلد كما يحدث ارتخاء في العضلات الدقيقة في الجسم مما يؤدي إلى ظهور التجاعد ومشاكل البشرة من فوائد الكولوجين الصحية يحسن الضورة الدموية ويعزز التئام الجروح كما يحد من التهاب من آلام التهاب المفاصل من فوائد الكولوجين الجمالية يعزز نمو الشعر يؤخر ظهور التجاعد ويحافظ على مرونة البشرة ويعطيها المظهر الشبابي يتخلص من الخيوط البيضاء والسيلوليت في الجسم كما يرقق وينعم البشرة ويعطي الشفاها والخدود مظهرا أكثر انتلاءا من أسباب نقص الكولوجين العوامل البيولوجية تتمثل في التقدم في السن أو الشيخوخ الطبيعية والتغيرات الغرمونية وضعف عمليات التمثيل الغذائي كما لها عوامل بيئية تتمثل في التعرض المستمر لأشعة الشمس فوق قلب نفسجية والمياه المعالجة بالكلور والسموم البيئية أو تلوث الجو والعادات السيئة مثل التدخين وتناول المنبهات والكحوليات والصهر لساعات متأخرة وسوء التغذية أو اتباع أنظمات غذائية غير متوازنة والإجهاد والضغط النفسي والإصابة بالاكتئاب من مصادر الكولوجين مصادر غذائية تتمثل في التوتي البري الطماطم والمأكولات البحرية والبطاطا الحلوة وفي الأطعم ذات المحتوى المرتفع من فيطامين A مثل الخضروات الوراقية والجزر والأطعم ذات المحتوى المرتفع من فيطامين جيم مثل الفراولة والمأكولات المالحة والمكملات الغذائية المتوفرة في الصيدليات بإسعار متفاوتة وتحتاج لفترة طويلة كي تظهر نتائجها من مصادر الكولوجين مصادر طيبية تتمثل في مستحضرات التجميل المضاف إليها مادة الكولوجين وتكون على صورة كريمات للبشرة سواء للوجه أو لكامل الجسم وتتميز بظهور نتائجها خلال فترة قصيرة من الاستعمال كما يتمثل في حقن الكولوجين وهو إجراء غير جراحي لا يستلزم التخضير الكلي أو الجزئي ويتم خلال فترة قصيرة كما تظهر نتائجه سريعا في فترة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أسابيع اعتمادا على نوع الكولوجين المستخدم مع الإشارة إلى أن نتائج حقن الكولوجين غير دائمة مما يستلزم تكرارها مرتين إلى أربعة مرات خلال العام ترجمة نانسي قنقر